ازول امان. سلام عليكم's. سلام عليكم. يلقاكم بخير. على اليوم سنديلكم طريقة غرص البطاطا. قبل ما نبدأ الفيديو تاعي. هنا في الفيديو. ومن بعدا لننفهمكم. هنا البطاطا التاعي عمرها حوالي شهر بعد شهر وعشرة أيام بعد الغرس نقوم بكيفية الاعتناء بالبطاطا هنا ما حبيتش نخبل الطربة بثاف لأنه كما كانت الأمطار والطربة ما زالها مبللة بثاف على هذه ما كنتش حاب نلمس البطاطا وإلا راح تمرض لأنه لازم كي تتحمل البطاطا تكون الطربة جافة وإلا راح يؤدي إلى مرض البطاطا إذا نقوم بتحميل البطاطا بجمع الطربة ونزع الحشيش لها هذه البطاطا عمرها حوالي شهرين ونفس أظن شهرين ونفس زلحتها في شهر نوفمبر هذه البطاطا دركاتك راه جاهزة للقلعة إذن للتذكير فقط نقوم بتخطيط الأرض على شكل الخطوط بين الخطوة الآخر حوالي خمسين سنتيمتر المسافة مهمة جدا بالنسبة للبطاطا نقوم بالخطوط هذه الخطوط لازم تكون معمقة شوية وزيد بزيادة عريضة لأن البطاطا تحتاج مساحة واسعة لأنها تثمر إلى تحت الطربة هناك بين الود والآخر نترك حوالي خمسون سنتيمتر بين الشتلة والآخر نترك حوالي خمسة وعشر إلى ثلاثين سنتيمتر تزل على البطاطا في موسمين موسم شتوي أو موسم خريفي وموسم صيفي الموسم الخريفي تبدأ الزراعة بداية من شهر سبتمبر إلى أوائل شهر نوفمبر أو إلى منتصف شهر أكتوبر على حساب المنطقة والبرودة والأمطار أما الصيفية تبدأ بداية من منتصف شهر فيفريي إلى منتصف شهر مارس أو إلى آخر شهر مارس على حساب دائما المناخ الأمطار والحرارة هذه البطاطا عمرها حوالي ثلاثة أشهر وعشرة أيام والخمستاشين يوم زلعتها في النوفمبر هذا هو المحصول تاعة البطاطا بدون أي مواد كيميائية بدون أي مبيدات إصطناعية أتمنى أن يكون الفيديو تاعي مفيد بالنسبة لكم إلى فيديو آخر إن شاء الله